بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي ترميز تلميزات الصف السادس الابترائي أهلا ورحبا بكم مع درس جديد من درس اللغة العربية درس اليوم هو نص بعنوان الدين المعاملة هو حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أقذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة أخرجه أبو داود في سننه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهد المفردات ألا حرف تنبيه معاهدا المقصود أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق طاقته قدرته بغيرتي بنفس بغير رضا منه حجيجه خصمه ومقيم الحجة عليه والحجة هي الدليل أو البرهان شرح الحديث الشريف يدور هذا الحديث الشريف حول فكرة أساسية هي حصن معاملة آل الكتاب هم اليهود والنصارى فالدين هو المعاملة الحسنة ويؤكد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح أن يظلم أحد من آل العقائد الأخرى بأن يقلل من حقوقه أو يتحمل أعباء فوق طاقته أو يؤخذ منه شيء دون رضاه وإذا حدث ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون خصما للظالم ومقيم الحجة عليه يوم القيامة بعض مواطن الجمال في الحديث معاهدا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ليشير إلى أن الإسلام يحتنم العهود والمواثيق ويحافظ عليها بغيرتي بنفس تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة هو الرضا والقبول أنا حجيجه تعبير يفيد شدة التحذير من أن يتعرض أحد لأن يخصمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الحجة عليه إذا أساء معاملة أحد من أهل الكتاب السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي ألف احترام حقوق غير المسلمين واجب احترام حقوق غير المسلمين واجب أحسنت الإجابة صحيحة حصن معاملة المعاهد تنفيذ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت إجابة صحيحة يقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يظلم المعاهد طبعا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمه يكون خاصيما له ويقيم عليه الحجة يوم القيامة التسامح مع الناس خلق ديني عظيم احسنت اجابة صحيحة خلاصة الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا في هذا الحديث بحسن معاملة اهل الكتاب والمقصود هو اهل الكتاب الذين بيننا وبينهم عهود مواثيق من اليهود والنصار جزاء من ظلم معاهدا او انتقصه او اخذ منه شيئا دون رضاه ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة والان ابناء وبناتي اترك لكم الاجابة على اسرات الواجب المنزلي اسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة السؤال الاول الى ما يدعو الحديث الشريف السؤال الثاني ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها الحديث الشريف السؤال الثالث ماذا نتعلم نهذا الحديث في معاملتنا مع غيرنا من اهل الزمة الى هنا ابناء وبناتي نقول قد وصلنا لنهاية درس اليوم شكرا لكم على امل اللقاء في درس جديد ان شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته